في أثناء ذلك أكد محافظ صلاح الدين بدر الفحل متابعته الشخصية للتقارير الأمنية والتحقيقات الجارية لكشف ملابسات جريمة العباسية التي راح ضحيتها خمسة أفراد من عائلة واحدة بطريقة باشعة نفتا إلى أنه سيتخذ موقفا بشأن الجريمة وفق ما تتطلبه المسؤولية بعد ظهور نتائج التحقيق اطلع الفحل على التقارير المطلوبة بهذا الشهن كما توصل بشكل مباشر مع الجهات الرسمية العليا المختصة والقيادة الأمنية المحلية في المنطقة والجهات الاجتماعية بخصوص الحادث وشديدا على طرورة منح فرصة التحقيق المهني والدقيق للجنة المشكلة بهذا الخصوص والالتزام الكامل من قبل الجميع بالإجراءات القانونية اللازمة اشتركوا في القناة الصورة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر